اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على استمرار مملكة البحرين في تعزيز دورها كوجهة مفضلة لمختلف قطاعات الأعمال والخدمات المساندة في إطار ما تقدمه من تسهيلات وفق تشريعات وأنظمة متطورة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله اليوم بقصر الإقضابية السيد شارلز إدوارد بويه الرئيس التنفيذي لشركة رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية حيث أكد سموه على همية إلاء المراكز الاستشارية المتخصصة ومخرجاتها التي تعمل على تحسين الأداء في المجالات المختلفة اهتماما أكبر بما ينعكس على تحقيق الأهداف التطويرية المنشودة للجهات المختلفة وعملها وتقديم خدماتها بجودة عالية وخلال اللقاء أطلع السيد إدوارد صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامات الشركة وأحدث الدراسات الاستراتيجية التي تقوم بها معربا عن شكره لسموه على فرصة اللقاء متمنيا للبحرين مزيدا من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة